السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو النهاردة استكمالاً للمقارنات اللي بعملها ما بين العربيات الزيرو الفيديو النهاردة هو مقارنة ما بين عربيتين قريبين في السعر من بعض ولكن طبعاً في الشكل مختلفين واحدة سيدان واحدة هاتشباك المهم ان احنا هنقارن ما بين سعرهم وهم الاتنين علشان اللي يشتري يفكر ويقدر يقرر بين العربيتين هنقارن النهاردة في الفيديو ده ما بين العربية الشنجان اللي سعرها بيبدأ طبعاً هي مجموعة فئات يعني سعرها من 320 ل 375 وما بين العربية اللي هيونداي اي 10 اللي هي سعرها من 375 ل 385 احنا بنتكلم في نفس الحدود حدود السعر فنبدأ في المقارنة بتاعتنا هنبدأ طبعاً بالحاجات المهمة العربيتين اللي بنقارن بينهم الاتنين موديل 22 بالنسبة للعربية الشنجان ال 7 دي سيدان وكلها غبور بالنسبة للعربية هينداي اي 10 دي هاتشباك وكلها غبور بلد المنشأ للشنجان ال 7 الصين ونزلها ب 3 فئات بلد المنشأ بالنسبة للعربية هي كوريا ومتجمعها في تركيا او اتصنعت في تركيا من الاخر يعني هي بلد المنشأ يعني كلمة بلد المنشأ دي البراند بتاعها نوع ايه يعني زي مثلاً ما تجيب حاجة صيني طب هي صيني متصنعها فين؟ متجمعها في مصر لا يبقى ما تقوليش صيني يعني هي صيني اسم الاسم صيني ولكن تجمعها في مصر فاحنا بنتكلم على ان العربية الشنجان ال 7 هي صيني منشأ وتصنيع يعني هي جاي لنا من الصين من الاخر يعني طبعاً يعني غبور والحاجة جاية بيطلبها بيجيبها بالطلب يعني ما بتجيش بنفس ما بتبع هناك يعني سلام عليكم يا صين عندوكم عربية ايه اسمها شنجان ال 7 آه عندنا بكام يعمل حاج بمئة الف لا والله انا هاخدها بتلاتين الف طب ازاي تاخدها بتلاتين الف ما عنديه ماليش في يعني يعني تشقلبوا كده اعملوها بتلاتين الف فتبدأ الصين والمصانع اللي هناك تشيل بقى منها كل الكماليات اللي احنا نعرفها آآ كل امان اللي احنا نعرفه ومش فارق معاها يعني مصر الامان فيها ايه آآ تشيل منها كل حاجة وفي الاخر تجيب لك العربية يعني صاج وكاوتشات فتبدأ انت لأ الكلام ده ما انفعنيش لأ زودلي اصلا الناس هنا بتحب البلوتوس في الكاست اديني واحد بلوتوس يروح مديهم واحد بلوتوس آآ وكمان واحد آآ ايو اكس يروح مديهم واحد ايو كاست طب بص بعد ما خلصنا البلوتوس والآيو اكس ايه رأيك بقى لما تعمللي آآ الازاز فامية ويبدأ بقى يحط الحاجات الموشيلن اللي هي في الاخر لما يجي يعني يجمعوها على بعض كده مش هتجيب حاجة واحدة بس من الحاجات التقيلة اللي زي مثلا الفرامل الاي بي اس او الاي بي دي او التراكشن كنترول او 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 فوهكزا هو ده اسلوب آآ آآ شركة غبور وتبعاتها طبعا انت انت حد بيبدأ الاول في الغلط ما بيلاقيش عقاب من دولة بيبدأ كل الحوالي اللي كانوا شغالين آآ صح واللي ما بيكسبوش ينفزوا اللي هو بيعمله ويبقى هو المصدر بتاعهم هو اللي بنسميه هو الاب الروحي بتاع تجارة السيارات في مصر هي بتبدأ كده بتبدأ ان انا آآ تاجر عمل حاجة غلط مثلا اللي غش الفول انا هنطول عليكم شوية باش مشكلة بقى احنا اخواتو حبايا آآ واحد مثلا غش الفول حط مادة بدل ما كان زمان اللي قدرت الفول بتقعد على النار آآ باليوم بالعشر ساعات ولا اتناشر ساعة لا لا هو حط مادة المادة دي هتوفروم الفول وتدوبه والادرة مش هتاخد بالزبط ساعة معنى انها ما خدتش ساعة معنى ان انا وفرت بقى كتاجر انا تاجر مش كويس يعني فانا وفرت كده الغاز او الاي ان كان الزفت اللي كانوا بيولعوا فيه اللي هيشغلها آآ ساعتين يعني الناس كلها بره بتعمل الادرة بتاخد عشر ساعات آآ سوى انا بعملها في ساعة فانا وفرت كتير فلما انزل بالعربية بتاعتي او سوري بالفول بتاعي بقى وبيع السندويتش بجنيه وبقيت الناس بالعافية لما بيكسبوا وبيبيعوه بثنين جنيه ابقى انا الكسبان وانا اللي كلت السوق الناس التانية التجار التانية اللي احنا شايفينهم اللي هم اللي بيبيعوا غالي واللي احنا شايفينه موحشين التجار دول مع الوقت بيلاقي نفسه ما بيكسبش المكسب اللي يقضي مرتباته للموظفين بتاعته وإيجار الأفرع بتاعته والصيانات وهكذا فبيعمل ايه بيعتبر بقى الاب الروحي بتاع المهنة هو فلان الفلاني لأ نقلده بقى فتتفاجئ تلاقي كل اللي بيبيعوا فول بيحطوا المادة السمى اللي بيتموت البشر في قدرة الفول نفس الكلام بيحصل في كل تجارة في مصر نفس الكلام بيحصل في كل حاجة في مصر الوحش هو اللي ظاهر والوحش هو اللي الناس بتتبعوا لأن الوحش من الآخر هو اللي بيكسب والناس من الآخر عايزة ايه التاجر ده عايزة ايه عايزة يكسب مش عايزة حاجة تاني أنا عايزة أكسب طب يعني أنا أفتح ومعزب نفسي وليل نهارة الفنات وقاعد في المعارض وإدارة ومشاكل ومصايب عشان في الآخر أطلع يدوب جايب اللي صرفته لا طبعا أنا عايزة أكسب واكسب كويس واكسب الطاقة ايه والطاقة عشرة فده اللي بيحصل في مصر والسبب الرئيسي وبقولها المليون مرة السبب الرئيسي مش إن ده تاجر وحش لأن التاجر ده لو حب يعمل الحركة دي في بلد محترمة مش هيتسمح نعمله السبب الرئيسي هو تقاعص أجهزة الدولة الرقبية إنها تخش تقول للمخطئ أنت مخطئ العربية دي ما تتبعش بالرقم ده أو تقدر تمنع عنه عربية إنها تخش مصر أنت جايب العربية مثلا من غير وسادها وقاي عشان هي فئة أولة مثلا أو بيز لا مصر ما فيه ما تدخلهاش الجمرك اللي بيجمرك كل حاجة لو في نموسة معدية بتجمرك لو حضرتك بعد تجيب موبايل أشوف هيحط لك عليه كام حتى لو مستعمل العربيات بتخش من غير طيب ما زي ما بتدور على نفسك وبتدور على حقك في الجمرك طيب ما تدور على حق المواطن الغالبان اللي هتجيله عربية من غير وسادها وقاي وممكن لو عمل حد سيموت ما تدور إيه المانع يعني فده اللي احنا بنقول يا جماعة بنقول العربية اللي بتخش مصر لازم الجهات الرقبية توقف وتقول أو الغرفة التجارية أو أي اسم من الثلاثة مليون المسمة اللي ملهمش أي لازمة وقاعدين بيحشوا وبياكلوا وبيصرفوا فلوس على الفاضي أي جهة رقبية تمسك عربية دخلها البلد تفصصها إن أنت تجيب العربية نوع جديد تعاليها هتهالي شنجان اللي سيفن دي جديدة أو مرة تنزل السوق لا هتهالي وهي دخل المواصفات اللي عندنا في مصر رقم واحد لازم يكون فيه اتنين وسادة هوائية في العربية طب لو جاي من جير وسادة هوائية ما فيش حاجة بقى اسمها لا ما تخشش أو لا هتدفع لنا غرامة كدولة واتدخلها طب ما هتدفع لكم طب والمواطن اللي غلبان الكحيان الجعان اللي مش لاقي ياكل اللي جاي بالعربية بتحويشة عمره وفي الآخر العربية آآ عمل حدثة مات الفلوس اللي انت يا دولة خدتيها هتديله تعويض منها لا مش هتديله يبقى من الآخر الرقابة تبقى رقابة للمواطن مش للدولة مش حضرتك عامل مخالفة مثلا بقاني على ارض زراعية ادفع آآ تصالح ادفع تصالح طب وحق المواطن الغلبان اللي كان هيكل من الارض زراعية دي لو زرعت وجابت آآ وجابت آآ سمار فين لا انت يا دولة خدت فلوس يعني حولت الخطأ لفلوس وطبعا هو ده اللي داير يعني نكمل كلامنا ما عليش طولتوا عليكم انا اسف ولكن آآ يعني هم كلمتين ما حشرين في زوري كنت عايز اقولهم نكمل كلامنا آآ احنا مقارنتنا ما بين الشنجان مديل الفين اتنين وعشرين والهينداي ايتن مديل اتنين وعشرين اللي هما الاتنين من عند الاستاذ غبور آآ بلد المنشأ آآ للعربية الشنجان آآ بلد منشأ الصين آآ بلد منشأ بالنسبة للهينداي ايتن آآ كوريا وبتتصنع في تركيا آآ هنا تلات فئات قلنا في الالي سيفن وفقتين في الهينداي ايتن طيب بالنسبة للطول والعرض والارتفاع والكلام الفائضة كله مش هنكلم فيه العربية قدامنا وعارفين شكلها طيب احنا هنكلم في المهم اللي همينا كمصر كمصر ومطباط بقى وشوارع مداجدشة ومكسرة اللي همني ان اللي ارتفاعنا للارض يبقى كويس تمام آآ ده اللي همني طيب آآ بالنسبة للعربية الشنجان ارتفاعها عن الارض خمستاشر سنتي ماشي معقول كده معناها انها هتعدي من المطباط ولكن لو العربية محملة هتحك في المطباط ساعتها ممكن ناخدها بالجنب بقى ماشي مش مشكلة آآ العربية بالنسبة للعربية ارتفاعها حلو برضو مناسب اربعتاشر تسعة من عشر سنتي مفيش مشكلة هنخش بقى في ساعة خزان البنزين بالنسبة للعربية الشنجان ساعة خزان بتاعها خمسة واربعين لتر كويس جدا آآ بالنسبة لساعة خزان البنزين بتاع العربية اللي هينضاي اي تن خمسة وتلاتين لتر برضو معقول بالنسبة للاستهلاك بتاعها مفيش مشكلة ساعة الشنطة الخلفية 382 لتر في العربية الشنجان L7 وساعة الشنطة 252 لتر في العربية اللي هي نضاي اي تن ماشي 252 يعني مش هتخليك تقدر تحط حاجات كتير بس هي عربية هاتشباك يعني هي معمولة لاتنين وهي غرضها كده اصلا يعني طيب نخش بقى في الحاجات المهمة اللي هي بتاعة الجاري بقى وبتاعة تمشك في الشارع والكلام ده كله ساعة محرك في العربية الشنجان L7 هي نزلة طبعا بكذا فئة ففيه فئة نزلة 1400 سي سي وفئة نزلة 1500 سي سي بالنسبة للعربية اللي هي نضاي اي تن نزلة 1200 سي سي في كل فئتها عدد البساتم سيلندرات في العربية 2 اربعة سيلندر الصبابات في العربية 2 ستاشر صباب ده حاجة كويسة جدا يعني بالنسبة للقوة الحصنية القوة الحصنية في العربية الشنجان L7 101 حصان الى 107 حصان طبعا يعني ايه الى 107 حصان لا هي 101 حصان في فئة الاولى 107 حصان في الفئة اللي بعدها تمام بتوصل للم 101 حصان و107 حصان ده عند 5500 لفة فدية طبعا عدد اللفات زيادة شوية مش مشكلة بس 101 حصان و107 حصان كويسي العربية هي عربية هاتشباك صغيرة 84 حصان عند 6000 لفة فدية 6000 لفة كتير يعني معنا كده المطور بيحرق المطور بيصوت عشان يوصل يوصل لحضرتك 84 حصان تمام ولكن لو هنقارن بقى ما بين 1200 سيسية هيدوني 84 حصان و1000 و1500 سيسية هيدوني 107 حصان ماشي معقول مش مشكلة طيب هنتكلم بعد كده على العزم بالنسبة العزم العربية برضو هما فئتين واحدة اللي هي 1400 سيسية وال1500 سيسية 1400 سيسية دي عزمها 135 نيوتن متر وال1500 سيسية عزمها 145 نيوتن متر يعني 100 سيسي زودوا 10 نيوتن متر الكلام ده العزم ده بتاخده عند من 3500 الى 4500 لفة في الدقيقة تمام بالنسبة لعزم العربية اللي هي انضاي اي 10 117.18 نيوتن متر انا مش عارف ليه 6.18 ليه ما زودوش شوية لعدد اللفات عشان يجيبوا رقم مقفول صحيح انما عادي 117.18 نيوتن متر عند 4200 لفة في الدقيقة تمام 117.18 من 135 يعني مش وحش وخصوصا انها زادت لها 200 سيسية معقول اه نشوف اه طبعا مش هنتكلم بقى على معدل التصارى لان هو باقي باقي الارقام دي اقصى سرعة اه في العربية 270 كيلومتر في الساعة اه بالنسبة بقى للفتيس الفتيس في العربية الشانجان اه ال 7 نوعين هي في نوع منها نازل المانيول ونوع منها نازل اه اوتوماتيك دي سي تي المانيول نازل خمس نقلات الاوتوماتيك نازل خمس نقلات بالنسبة اه للفتيس في العربية الهيندي اي تين اوتوماتيك خمس نقلات خمس نقلات معقول على فتيس اوتوماتيك وعلى سرعة قصوى اه بتتكلم في اه 170 طيب نخش بعد كده على نظام الجر الجر امامي في العربيتين بالنسبة اه اه التعليق التعليق الامامي ماكفرسون في العربيتين التعليق الخلفي في العربيتين طيب اه متوسط استهلاك البنزين متوسط استهلاك البنزين في العربية الشنجان اه 6 و 2 من 10 لتر لكل 100 كيلومتر بالنسبة للعربية اللي هينضاي اي تين استهلاك البنزين فيها خمسة وتلاتة من العشرة لتر لكل مئة كيلو متر برضو الفرق ما بين الاتنين فرق معقول بس برضو يعني أنا نزلت الالف ومتين سيسية عشان أخد استهلاك بنزين أقل بكتير عن كده يعني واضح برضو ان استهلاك الاي تين عالي نخش بقى في تجهيزات الأمان المهمة جدا واللي عادة بنتاكل فيها كمواطنين في جمهورية مصر العالمية تجهيزات الأمان نبدأ بالفرامل الابي اس المهمة جدا طبعا شرحت الفرامل الابي اس دي قبل كده دي فرامل بتفرمل 11 مرة في الثانية علشان تبقى قادر تتحكم في الستيرينج قادر تتحكم في الديركسيون تلف يمين وشمال وانت دا يسفرامل اي عربية قديمة طبعا انا عندي عربية دي موديل الفين واثنين وفيها الاي بي اس عادي انما دلوقتي ساعد في عربات بتنزل موديل الفين تلاتة عشر ما فيهاش اي بي اس فالاي بي اس ده مهم جدا في العربيات ليه حضرتك بتفرمل وبتاخد غرز والغريب انه انت بتفرمل العربية عادي بتاخد الغرز عادي ومفيش اي مشكلة انما لو العربية بفهاش الاي بي اس حضرتك هتفرمل اا من غير اا اول لف الديركسيون اا درجة واحدة بس على مقص ريختر حضرتك هتلف الكون كله نخش بقى بعدكده الاي بي دي موجود في العربياتين الاي اس بي موجود في العربيتين الهيل oily assist موجود في العربيتين اا بالنسبة لتاير اا���ima ده يعني مجرد الاربع عجلات اا ضغط الهوى فيهم قد ايه اا ده موجود في العربية الشنجان ال سيفن مش موجود في العربية الہ اي هتشباك مش محتاجة الكلام ده كله طيب بالنسبة للنظام مش موجود في العربيتين بالنسبة للنظام مش موجود في العربيتين مش موجود في العربيتين نخش بقى على الحاجة السهلة اللي هي الرخيصة العبيطة اللي كله بيجيبها اللي هو نظام اللي هو نظام تثبيت مقعد للاطفال اللي هو زي ما انت قدام عندك حزام امان بيحميك يبقى الطفل في الكرسي بتاعه عنده حزام امان يحميه بس ده موجود في العربيتين خش بعد كده على الوسائد الهوائية طبعا هم الوسائدين اللي احنا تبالينا بيهم مع ان العربيات دي موجودة بره في بلدها فيها ست وسائد وفيها وسائد جانبية وسائد ستائرية وسائد بتطلع من تحت الدوسات ويعني بتغلفك كلك كده بالوسائد الهوائية عشان لما تحصل حدثة اللي بيجلنا هنا منهم مصر هم الوسائدين الغلبانين اللي احتمال ما يشتغلوش يعني وعادة بيقولك يعني لو ما اشتغلوش اصلا الخبطة جات من اليمين ولا من الشمال اصلا الخبطة جات في الحتة اللي ما فيهاش السنسور لانه بيستعملوا السنسور الضغط مش بيستعملوا السنسور بتاع السرعة يعني بره نطول برضو عليكم على الشي بره السنسور بيستعملوا السنسور الغالي اللي هو السنسور بتاع السرعة بيحسب سرعة العربية دلوقتي كان وبيقارنها بكمان سانية وبيقارنها بكمان سانية ويقعد يقارن طول ما العربية ماشية الكمبيوتر قعد يقارن ما بين سرعتها من ثانية فاتت للسرعية دلوقتي وبيقيس السرعة منين من كل العجل فيه سنسور في كل العجل بيقيس السرعة ولما السرعة يحصل لها تقزم السرعة فجأة تنتقل من بعد ما كانت العربية ماشية بسرعة 100 فجأة تتحول لسرعة 20 كل الوسائل الهوائية اللي عند حضرتك دي تفتح طيب السنسور اللي عندنا هنا في مصر لا يا فنم سنسور حاجة تانية خالص السنسور اللي عندنا في مصر هو عبارة عن صباع زي صباع الفرامل صباع موجود وراء الاكسدام لما ينضغط الجزء ده يفتح الوسائل الهوائي فمعنى كده لو تخبطت بأي شكل من الأشكال في حتة غير الصباع ده نفترض ان الصباع ده من العربية بقالها مثلا عشر سنين معايا والصباع ده صد من المية ومن الغسيل ومن المطرة الحال مش هيتضغط الصباع فشكرا حضرتك هتروح تنتقل الى الرافق العلي ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ ولادنا المهم فده اللي احنا عايزين نتكلم فيه نتكلم بقى فيه الحساسات الخلفية العربية الاتنين فيهم حساسات خلفية العربية الاتنين فيهم انذار حاجاتهم مشيلن بقى العربية الاتنين فيهم ضد السرق العربية اتنين اللي اتنين فيهم سنتر لوك اللي اتنين فيهم حزام امان خلفي نخش بقى على التفويش والترويش الازاز الفامي موجود في العربية مش موجود في العربية الاشنجان الازاز الكهرباء ان اللي اربع بيباني يقفلوا كهرباء ازاز بتاحهم يقفل كهرباء موجود في العربيتين في اللي اربع بيباني المريات الضم مش موجودة في العربيتين بالنسبة للمرايات الكهرباء موجودة في العربيتين ان انت تقدر تتحكم في المراية وتعدل فيها وانت قافل ازازك الاشارات اللي موجودة في المرايات موجودة في العربيتين فتحة سقف موجودة في العربية مش موجودة في الهينداي الكاميرا الخلفية موجودة في العربيتين مسبت السرعة موجود في العربيتين السبويلر الخلفي موجود في الهينداي مش موجود في الاشنجان المعينة الشانجان سيدان ومحتاجة مسؤولر اكتر من من الحاتشباك. آآ مقاس الجنود. بالنسبة للشنجان اه فقة منها مقاس الجنود بتاعتها الفعتاشرة بوصة. دي طبعا مقاس سيء. والفقة العالية مقاسها خمستاشرة بوصة. بالنسبة للهندهي اه edu الهندهي اي تن. مقاس الجنود بتاعتها خمستاشرة بوصة. ده مقاس جدا العربية هاتشباك. خش بقى فيه اه كماليات الموشيلن. اللي هي ممكن تعملها عند اه الحاج ويكا. اه بكاربائي. اه بالنسبة للبلوتوس في العربيتين. مدخل اي او اكس في العربيتين. مدخل يو اس بي في العربيتين. الطارن في العربيتين. الشاشة الوساطية. اه تابلت كده موجود في النص اه بالنسبة للعربية اللي سبعة بوصة وبالنسبة للعربية النتي هي اندي اتجن ثمانية بوصة. اه بالنسبة للعداد الديجيطل اللي هو المهم. ده مش موجود في اه اه اي تن. مش عارف ليه بقول هي اندي اي تش تن. اه ولكن موجود فيه اه العربية الشانجان aine bill seven. اه بالنسبة للكشفات اه كشفات ليد الامامية. اه موجودة اه الامامية والخلفية موجودة في العربية مش موجودة في العربية اه اي 10. كشفات الضباب موجودة امامية في العربيات في الشنجان مش موجودة في مساحات الكشفات مش موجودة في العربيتين بالنسبة للسماعات عدد السماعات في الشنجان السمهم في الفئتين فئة فيها سماعتين وفئة فيها اربع سماعات بالنسبة للهينضاي اي تين فيها اربع سماعات زير تشغيل المحرك مش موجود في الاتنين بالنسبة للريموت كنترول موجود في العربيتين بالنسبة لكراسي الكهرباء مش موجودة في العربيتين التحكم في الشنطة يدوي في العربيتين معلش الفيديو ده أنا طولت عليكم فيه ولكن دي كانت حاجات مهمة لازم الواحد يقولها في نهاية الفيديو أتمنى كنت قدمت معلومة مفيدة شكرا لكم الحسن للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة